ترجمة نانسي قنقر شكراً حسة اليوم تدخل في نطاق المحور الخامس الخاص بالعلاقات الاقتصادية الدولية لدينا في هذا المحور ثلاث مداخل أولاً مدخل في علم الاقتصاد السياسي والمدخل الثاني حول التكتلات الاقتصادية العالمية وهما من تقديم الدكتورة رانيم جوابرا محاضر غير متفرغ بالمملكة الأردنية الهرشمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وهي من تقديم الدكتور علي منصور عطية أستاذ مساعد بالهيئة الليبية للبحث العلمي وهذا المحور الخامس يأتي ضمن سلسلة محاور قواعد التأهيل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي والتي ابتدأت بالمحور الأول حول تحولات الجيوسياسية ومستقبل المفاوضات في العلاقات الدولية والتي قدمها الدكتور هاني إلياس الحديثي ثم المحور الثاني المحور الأول كان أيضاً مع الدكتور عبد الوهاب القصاب والمحور الثاني كان حول تحليل المقال السياسي من تقديم كل من الدكتورة لبنى غريب مكروم والدكتورة فاطمة هاني المحور الثالث كان حول القادون الدولي العام والمنظمات الدولية من تقديم الدكتور عمر بن عيشوش والدكتور عمر حسين بو شعالة المحور الرابع كان حول أساسية العمل الدبلوماسي والقنصلي كان من تقديم الدكتورة مونيا رحيمي واليوم نتشرف باستقبال الدكتورة رنيم جوابرا بإلقاء مداخلتها الأولى حول مدخل في علم الاقتصاد السياسي ويلي المحور أو الموضوع الثاني حول التكتولات الاقتصادية العالمية دكتورة رنيم كيف حالك؟ يعطيك ألف عافية دكتور كريم الحمد لله تمام كيفك أنت؟ أتمنى أن تكون في أحسن الأحوال في ضمن ما يقع الآن في الشرق الأوسط تمام الحمد لله دكتور يعطيك ألف عافية يا رب وإن شاء الله الله يفرج على إخواننا بلبنان وفلسطين ونخلص من الأزمات والحروب الموجودة حاليا إن شاء الله دكتورة وسلمك القاعة لبداية المحاضرة وستكون في مرفقتك الدكتورة هدير داود يعطيك ألف عافية دكتور تمام دكتورة هدير الشير واضح عندك واضح دكتورة تفضلي طبعا أنا دكتورة رانيم جوابري محاضر غير متفرغ من المملكة الأردنية الحاشمية رح يكون طبعا بالأول أنا إلي شرفني أشارك طبعا بمحاضرة في قواعد التأهيل في السلك الدولوماسي والقنصلي طبعا هاي مو أول مشاركة في المركز العرب الديمقراطي أنا إلي تلت سنوات بشارك معاهم وإلي كتير دورات ومحاضرات أعطيتها وكتير مبسوطة أنهم أعطوني فرصة أعطي محاضرة عن العلاقات الاقتصادية الدولية أو عن الاقتصاد السياسي لأنه هذا تخصصي في الماجستر الاقتصاد السياسي طبعا هاكون معاكم بساعة وبعدها زميلي الدكتور علي رح يكمل محاضرة تانية هلأ نيجي لنحكي عن العلاقات الاقتصادية الدولية هلأ لما نيجي نتحدث بشكل عام عن مفهوم العلاقات الاقتصادية الدولية ما قدر نقتصرها بإنها الإطار اللي بيجمع المعاملات الاقتصادية بين الدول يعني هي عبارة عن معاملات اقتصادية داخل إطار أو داخل اجتماع مصغر بين الدول طبعا موضوعه هو العلاقات التجارية بين البلدان وتطور أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية طبعا هلأ إحنا ليش مندرس العلاقات الاقتصادية الدولية أو ليش الطالب أو الناس العاديين لازم يكون في عندهم خلفية يعني خلينا نحكي عن مصطلحات اقتصادية مثل العلاقات الاقتصادية الدولية لأنها بتمكن الطلاب والهيئات والأفراد من فهم المؤسسات الدولية في المصطلحات ممكن تكون كتير غريبة على الأشخاص العاديين مثلا خلينا نحكي البنك الدولي وهلأ رح نشرح لقدام ممكن الناس ما عندهم غير ملمين بالاقتصاد أو السياسة يستغربوا مثلا من مصطلح تكتل اقتصادي أو هيك يعني فأنا هنا لما أعطي background للأشخاص أو لطلاب السياسة أو الاقتصاد لأنه هلأ بأغلب الدول العالم عم يجمعوا بين كلية السياسة وكلية الاقتصاد سواء فأنا هم بعزز قدرة الطالب على استخدام مفاهيم للعلوم السياسية والاقتصادية حتى أنا أقدر أعطي تقييم شو عم بصير في المجتمع العربي والمجتمع الدولي حولي أقدر أنه أعطي رأيي أقدر أكون ملم بالأوضاع اللي موجودة حاليا واللي المفروض على كل شخص أنه يكون ملم فيها لأنه مش بس من موضوع اقتصادي أو من منطلق سياسي لا أنا عم بحكي من منطلق إنساني أيضا بالوضع الراهن لنحن عايشينه في المنطقة طبعا هلأ هنا بتنشأ العلاقات الاقتصادية الداخلية أو القومية أو المحلية خلينا نحكي إحنا درجنا بشكل عام بما خاص عفوا الدكتورة إعذرينها المقطعة ربما في العرض النافدة ليست النافدة الصحيحة للعرض لأن جزء من الشاشة مش واضح دقيقة شوائع لأنه في نوافد صغيرة مفتوحة في جنبات العرض مش عارفة دكتور من إيش هو أصلا كان يعني إذا كان بالإمكان يعني إنك تعاود تعيدي فتح الشير وتختاري نافدة المستند الشير وتختاري نافدة المستند أوكي معاش وتخليكي على المستند نفسه لا لسا دكتورة لا لسا لأنك تعاودين عرض الشاشة الكبيرة هي أصلا أنا عندي خلل فيه هلأ كنت عم بحكي مع الدكتور حاولت أصلحه بس ما عم يزبط إذا كان بالإمكان يعني إنك تبعتي له دكتورة هدير هي تتكلف بالعرض طيب أوكي معاش هلأ أنا ببعطه دكتور هدير بس لو سمحتي إبعتيه إلي إبعتيه على المجموعة مجموعة المحاضرة يلا أوكي دكتور تمام توصلنا دكتورة لحظة أوكي ما تعتقد الدكتورة هديرت وصلت بالملف بالمستند أعزل الآن اشتركوا في القناة 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 ما وصفت في البداية ان العلاقات الاقتصادية الدولية سواء كانت داخلية او قومية او محلية بتنشأ بين الافراد اللي بنتموا الى بلد واحد او نظام سياسي واحد اكيد يجب ان يكونوا داخل بلد واحد يعني فيه بيناتهم قواعد مشتركة نظام سياسي بلد واحد بتحكمهم قواعد قانونية واحدة عادات وتقاليد واعراف خلينا نحكي شبه موحدة نصعب نجمة بالدولة الواحدة عادات وتقاليد متشعبها نوعا ما لانه اكيد بكل دولة بتضم خلينا نحكي اصول اديان مختلفة فاكليست تكونوا فاكليست تكونوا مثلا نفس القواعد او النظام السياسي طبعا هاي العلاقات بتتضمن اطراف بنتمو الى كيام قانوني سياسي مختلف بتختلف في مقتضاها العادات وتقاليد والموروث التاريخي طبعا ملخص دراستي هدفت الى التعرف على مفهوم العلاقات الاقتصادية الدولية اللي هلأ رح نشوفها واهدافها ورح أصلي تضوء ايضا على الاقتصاد السياسي ونشأته وطبيعته وتناول السياسة التجارية الدولية والتكاتلات الاقتصادية العالمية رح نتطرق الى موضوع منظمات التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية طبعا دراسة ناولات المنهج الوصفي طبعا خلينا نحكي ابرز نتائج هاي الدراسة انه العلاقات الاقتصادية كان لها دور فعال ومؤثر في تنظيم وتطوير المعاملات مع الجول المجاورة طبعا اي اختلال بالعلاقات الاقتصادية بيؤدي الاختلال بين الدول المختلفة بيؤدي الاختلال العلاقات الداخلية وايضا انه الاقتصاد السياسي هو دراسة الانتاج والتجارة هنا تعريف يعني بالمختصر هو دراسة الانتاج والتجارة وعلاقتهما بالقانون والعادات والحكومة واوسط دراستي بضرورة التعرف على النظام الاقليمي والعوامل المؤثرة فيه والظروف التي ينشأ فيها وتعزيز الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية لانه انا مثل ما اشوفت هي ليست بكثيرة في ندرة في الدراسات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الدولية وعلم الاقتصاد السياسي والتكتلات الاقتصادية العالمية حتى الدراسات الاجنبية هل تعتبر العلاقات الاقتصادية الدولية من اكبر الساحات واوسع المجالات اللي بتتصادم عليها السياسة بالاقتصاد لانه السياسة والاقتصاد مرتبطين ارتباط وثيق جدا فهي ساحة ومجال الاقتصاد السياسي اكيد العلاقات الاقتصادية الدولية بس هلأ يعني خلينا نحكي كمصطلحات او كتخصصات عم يدرسوهم للطلاب فيه اشياء انه انه خلص هذا اسمه علاقات اقتصادية دولية وهنا تخصص اسمه الاقتصاد السياسي ولا بالنهاية اتنين مربوطين ببعض طبعا المربوطين في بعض والعامل الاقتصادي هو الاساس فيهم اكيد يعني هلأ بتندرج العلاقات الاقتصادية الدولية تحت مسمى الاقتصاد السياسي طبعا مصطلح الاقتصاد السياسي حاليا يستخدم على نطاق واسع لانه الاقتصاد والسياسي مرتبطين ارتباط وثيق جدا في وقتنا الحاضر هو الاقتصاد السياسي بيستخدم ادوات ومناهج تحليل بتتصل بعلم الاقتصاد وعلم السياسي وايضا علم الاجتماع والقانون وبيبحث في علاقة الانتاج والتجارة بالقانون والانظمة والحكومة وايضا العلاقة بين الانتاج والدخول والثروات الطبيعية وتوزيعها وبيتضمن اثر سياسات الحكومة على العديد من الانشطة الاقتصادية طبعا السياسة بين الدول او العلاقات السياسية اي خراب فيها او اي تاج دوري رح ينعكس على اقتصاد الدول هذه يعني خلينا نحكي جملة لا مفروغ منها يعني غير قبل النقاش لانه السياسة خلينا نحكي السليسة هي اللي بتعمل علاقات اقتصادية وثيقة وناجحة بين الدول علاقات اقتصادية علاقات اجتماعية علم اجتماع قوي فعشان هيك الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية مرتبطين ارتباط وثيق ببعض وكل ما كانوا ارتباطين ارتباط وثيق جدا كل ما كانت المخرجات ايجابية جدا طبعا تبلور ظاهرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي اللي هم هدول علاقات اقتصادية دولية منذ قديم الزمان والطورات كمسميات او مصطلحات حتى صار اسمها علاقات اقتصادية دولية ما كانت زمان عم تاخد اشكال تكتلات ومنظمات متى الوقت هلأ يعني ما كان بيحكمها بروتوكولات وقوانين دولية لكن اختلف هالشي بعد الحرب العالمية الثانية طبعا تم وضع حجر الاساس لتأسيس كينات اقتصادية وتكتلات تمت عبر اتفاقيات تجارية هاي الاتفاقيات اتطورت فيما بعد ككيانات كبيرة فأصبحت سمة من سمة النظام الاقتصادي العالمي الجديد هلأ النظام الاقتصادي العالمي الجديد بوقتنا هلأ بيختلف عن ما مضى هلأ في عنا علاقات اقتصادية دولية وتكتلات ومنظمات وممكن لقدامي سير اشياء اكتر يعني فكل معلوق الاقتصاد العالمي عم يتطور طبعا اهمية الدراسة يعني خير نحكي اتبلورت من المعاناة اللي بتتعرض لها اغلب اقتصاديات الدول العربية من المشكلات الاقتصادية اللي هلأ يعني احنا مش ملحقين بالعالم مش بس بدولنا النومية بالعالم قد ما في مشاكل اقتصادية وكلها خلينا نحكي المشاكل الاقتصادية من من التبعات السياسية اللي بين الدول يعني خلينا ناخد مثال صغير هلأ المواتنين يزعلوا من بعض مثلا يكون بيناتهم مصلحة اقتصادية يعني هنا رح تختل رح يبطلوا يحكوا مع بعض ومشروعهم رح يفشل مثل هيك الدول اذا اختلت السياسة بناتهم وكان بناتهم علاقات اقتصادية مثلا تجارة استيراد تصدير كمان هذا الشي رح يختل فنحن قبل ما نحكي على الاقتصاد رح نحكي قبله عن السياسة لان السياسة هي المفتاح طبعا هنا موضوع مثل ما حكينا من اهمية موضوع البحث للعلاقات الاقتصادية الدولية هي لها اهمية كبيرة في تحقيق السلام واستقرار الدول على المستوى العالمي لما انا احكي سلام يعني سلام مش سلام هيك عادي يعني سلام من ناحية انسانية سلام من ناحية انسانية واقتصادية واجتماعية ايضا وأيضاً معالجة جميع القضايا العالمية اللي بتمر فيها الدول لأنه نحن هلأ عايشين في أحداث سياسية واقتصادية صعبة السؤال الرئيسي للدراسة كان عن التحديات اللي بتواجه العلاقات الاقتصادية الدولية طبعاً هلأ الأحداث السياسية والاقتصادية الدولية اللي يشهدها العالم خلال الحقبتين الماضيتين أبرزوا ضرورة ملحة إلى التعرف على هذا الفرع يعني ما زادت خليناً نحكي مثل ما أنا حكيت الدراسات قليلة على لكن تم تغيير المسميات بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية اللي مر فيها العالم ومعاناة الدول من السياسات التجارية ومن السياسات التجارية بين الدول والمعاملات الخارجية السيئة طبعاً مر العالم مرحلة انتقالية وتحولات جدرية وعملية وشاملة في كامة المجالات هاي المرحلة توصف بكسر القيود والغاء الحدود وفتح الأسواق العالمية اللي هو هذا الاقتصاد العالمي الجديد وقتها ظهر عنا العديد من المسميات الاقتصادية طبعاً ثوابت العلاقات الاقتصادية الدولية تغيرت منذ تسعينيات القرن الماضي في كتير بالتسعينات خلينا نحكي مش بس ثوابت العلاقات الاقتصادية تغيرت لا والمسميات لكثير من المصطلحات السياسية والاقتصادية أيضاً تغيرت بدأنا نسمع عن مصطلحات غريبة يعني خلينا نحكي يعني إحنا بدأنا نقلفها لكن هي مصطلحات غريبة نوعاً ما على الأشخاص غير مرمين بالاقتصاد والسياسة مثل العولمة نظام العالم الجديد تكتل اقتصادي زي منظمات دولية منظمة تعاون منظمة التعاون وتمي الاقتصادية منظمة التجارة العالمية طبعاً هدولة المنظمات هلأ بوقتنا الحاضر هم آليات حاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية بدونهم ما رح تصير أصلاً علاقات اقتصادية هم اللي قاعدين بيحكموا العالم ولهم المرجعيات بخصوص العلاقات الاقتصادية الدولية طبعاً البعد الدولي للنشاط الاقتصادي من الأمور اليومية اللي بعيشها الفرد والمجتمع طبعاً هنا دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية أخذت مكانتها في الفكر الاقتصادي على يد مفكري المذهب التجاري في القرن السابع عشر هي موجودة منذ القديم يعني خيراً نحكي من القرن السابع عشر لكن تغيرت مستمياتها في التسعينيات وبدأت ببداية الألفين يعني يظهر عندنا النظام الاقتصادي العالمي الجديد بعد هذا التاريخ لإلها العلاقات الاقتصادية الدولية ثم ادرجوا بعدهم الاقتصاديون التقليديون من الإنجليز في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر آدم سمات طبعاً معروف ديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل أدرجوا مصطلحات للعلاقات الاقتصادية الدولية طبعاً أهداف العلاقات الاقتصادية الدولية بتعتبر العلاقات الاقتصادية الدولية من أهم العوامل اللي بتأثر على الاقتصاديات العالمية طبعاً بتساعد في توسيع الأسواق ويعني تسهيل حركة البضائع تسهيل حركة التجارة تعزيز التجارة الدولية بتعمل أيضاً على لما إحنا أصلاً نوسع الأسواق ونسهل التجارة رح يزيد عنا النمو الاقتصادي يعني بشكل ملحوظ. يعني هو نتيجة لتوسيع الأسواق ونتيجة لاتجارة السهلة السلسع. طبعا رح نقضي على البطالة وكل ما اتطورت هاي العلاقات الاقتصادية كل ما صار في عنا تشجيع لاتجارة الحضرة وإزالة حواجل سجارية بين الدول. ترى كل ما يكون ما في حواجز بين الدول ويكون المعاملات سهلة والاستيراد والتصدير سهل وتكون علاقات طيبة من الدول. رح هنا يصير في عنا رح يكون في نمو اقتصادي ايجابي ومؤشرات اقتصاد كل غير نحكي ايجابية ومتقدمة في هدول الدول اللي خلينا نحكي مثلا اللي بناتهم علاقات اقتصادية او المشكلين مع بعض تكتل او اللي بيكون يعني اللي بيكونوا مرتبطين مع بعض بعلاقات وثيقة. عشان هيك موضوع الالاقات الاقتصادية بالنهاية مهم جدا للدول. وخاصة الدول النامية. مش بس للدول بينهم متل ما حكينا او الاقتصاد دولة. رح ينعكس على الافراد ويعمل على تحسين مستوى ما يشتهم وقضاء على البطالة. هلاني يجينا انتقلاء الاقتصاد السياسي هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية واساسها ومقدر نعرفه بانه منهجية يتم تبنيها كادا لتوجيه وتوزيع. هو اداة توجيه وتوزيع كمية محدودة من الموارد المتاحة بطريقة بتضمن ان تعود نتائجها بالمنفع الكبيرة على كافة افراد المجتمع. طبعا بانشأ الاقتصاد السياسي نتيجة التفاعل بين الاقتصاد والسياسة. وبركز على العلاقات والمعاملات المتبادلة بين الافراد والحكومات والمؤسسات والسياسة العامة بشكل رئيسي وخير نحكي صار في عنا هنا تزايد وتسارع بالاهتمام بالاقتصاد السياسي في القرن الماضي في مجال العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية بشكل كبير جدا وذلك لعدة أسباب أولها ان الاقتصاد السياسي بيعملها تقييم تأثير الاقتصاد على السياسي والسياسيين في تحسين فرصة نفوذهم وبعمل أيضا على تحليل القوة السياسية المؤثرة على الاقتصاد وبيقوم أيضا باستخدام أدوات الاقتصاد يعني هنا أنا هنا الاقتصاد يعني خلينا نحكي تحت إشراف الاقتصاد السياسي بيستخدم أدوات الاقتصاد لدراسة السياسة والوصول إلى فهم نظري أداقل العوامل المؤثرة على السياسات والأليات التي بتحكم المجتمعات هلأ نيجي لها مثل ما درسنا تاريخ أو نبدأ بسيطة عن تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية نشأت في القرن السابع عشر تعمين عشر تم تغييرها المصطلحات والمسميات في التسعينيات من القرن الماضي رح نشوف جدور الاقتصاد السياسي طبعاً علم الاقتصاد السياسي أكيد من علوم الحديثة ما زالت توسع أفاقها وتحدد معالمها أحد فروع العلوم الاجتماعية طبعاً نترجع كلمة الاقتصاد السياسي تاريخياً إلى أرستو وتعني علم قوانين الاقتصاد المنزلي أو علم مبادئ تدبير المنزل أو قوانين الدم المالية المنزلية طبعاً تم استخدام تعبير الاقتصاد السياسي لأول مرة عام 1615 من قبل الكاتب الفرنسي أونتوان دي مون كوريستيان في الفترة بين 1575 ل 1621 في كتابه وبحث في الاقتصاد السياسي إذن هو يعني هو المسمى حديث لكن هو من زمان كتير موجود العلاقات الاقتصادية والاقتصاد السياسي كان بشكل مبسط يعني هو كان يعني اسمه أو خلينا نحكي بعنوان الكتاب الكاتب الفرنسي هو قوانين اقتصاد الدولة هيك كان اسمه مش اقتصاد سياسي اتطرق لعلم المالية العامة اكتر من علم الاقتصاد بعدها جاء آدم اسمه ليؤسس علم الاقتصاد السياسي الجديد في كتابه ثروة الأمم عام 1776 بدأ بعدين بيرسم ملام حاصر جديد من خلال مدرسته الكلاسيكية والمذهب الكلاسيكي لآدم اسمه طبعا معروف لطلاب الاقتصاد اكيد درستو اذا هون نقدر نستنتج انه السياسة الاقتصادية سبقت في نشأتها علم الاقتصاد اكيد السياسة ثم الاقتصاد هلأ نيجي الى السياسة التجارية الدولية سياسة تجارية او سياسة اقتصادية كله مربوط ببعضه طبعا تميزت التجارة الدولية بنمو متسارع بفضل اتخاذ الدول منهج التعاون والتكامل بينها والاندماج في النظام التجاري الدولي عن طريق تبني سياسات تجارية مناسبة خلينك ايقيا قوانين مبسطة بين الدول عن طريق تبني سياسات تجارية مناسبة بتهدف للتحرير التجاري المساعدة على التبادل والاستيراد والتصدير التحرير التجاري يعني خلينا نحكي إزالة كافة الحواجز والعوائق تقع في طريق حرية التجارة وهلأ فينا نعرف السياسة التجارية بأنها مجموعة من القواعد والأساليب والإجراءات التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية بغرض تعظيم العائد وتحقيق تنمية اقتصادية من خلال التعامل مع باقي دول العالم لتحقيق هدف التوازن الخارجي ضمن مجموعة من الأهداف خلال تكون محددة بفترة زمنية هاي هي سياسة التجارية عبارة عن قوانين يعني باختصار بين الدول للتحرير التجاري هلا كل الإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات كالحصص والرثوم الجمركية مثل ما حكينا قوانين إعانات إجراءات طبعا المراد به التحكم في قرارات المتعاملين الاقتصاديين أفراد أو هيئات فيما يتعلق باستيراد تصدير السلع والخدمات وتعاد جزء من السياسة التجارية نيجي نتطرق بدي أجي أتطرق لأهداف السياسة التجارية طبعا بتختلف أهداف السياسة التجارية باختلاف نوع السياسة المطبقة وسياسة التقيد وسياسة الحرية نيجي نسرد أهداف السياسة التجارية أول شي أو أهم هدف من أهدافها وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات نحن 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 عن تجارة استيراد وتصدير حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية وحماية الاقتصاد الوطني من خطر سياسة الإغراق وتشجيع الاستثمار من أجل التصدير تصدير الاستيراد يعني مش بس تصدير وزيادة عمالة مستوى التشغيل في الاقتصاد القومي هلأ منيجي إلى التكتلات الاقتصادية العالمية التكتل الاقتصادي طبعا التكتل الاقتصادي كان نتيجة للتطورات والتداعيات والتحولات بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي والتقدم اللي شهدته الرأسمالية للعلم أنه التطور المبالغ اللي صارت بالرأسمالية هو اللي أدى إلى ظهور التكتلات الاقتصادية وإلى أيضاً وإلى ظهور جملة من المفاهيم الجديدة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وظهور حالة من الحركة الديناميكية على مستوى الدول وسياستها الاقتصادية في مختلف مناطق العالم ولم تعود ظهور التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة بل تعود إلى بداية القرن العشرين أي بعد الحرب العالمية الثانية مثل ما لاحظنا أنه كل خلينا نحكي التطورات والمسميات الجديدة خلينا نحكي أي حركات اقتصادية كله صار بعد الحرب العالمية الثانية صار انفتاح واقتصاد جديد في العالم وبعدها تم التطور شيئاً في شيئاً في التسعينيات في الألفين في الألفين وهيك هلأ الجديد في الأمر أنه ظاهرة التنامية وسرعة التوجه لهاية التكتلات الاقتصادية صار خلينا نحكي ملفت للكل طبعاً لأنها تبلورت في العقد الأخير من القرن العشرين وخاصة في الدول المتقدمة أنا ما عم بحكي عن الدول النامية لا أبحكي عن الدول المتقدمة الأمر اللي يجعلها سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد وارتبطت أيضاً بتسارع العالمة ومخرجاتها التطورات الاقتصادية والسياسية اللي صارت وما رافقها من عمليات اندماج تزامنات مع عمليات تحرير التجارة الدولية وتحرير حركة رؤوس الأموال يعني إزالة كافة القيود تسهيل عمليات التجارة وتسهيل استيراد والتصدير وتركت طبيعة التكتلات الاقتصادية الإقليمية أثر كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول المتحدة من خلال الاستفادة من المزايا النسبية المزايا اللي حكيناها مثل تحرير التجارة تسهيل إزالة العوائق بين الدول تسهيل الاستيراد والتصدير علاقات سياسية طيبة أكيد هاي الأشياء كلها والامتيازات رح تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعمل على تحسين معيشة الأفراد طبعا العولمة مثل ما حكيت أنا في البداية هي اللي عملت على يعني خلينا نحكي طورت مفاهيم جديدة حديثة إلى العالم واللي هي اللي سرعت من إقامة هاي تكتلات ولهلأ العولمة عم تعطينا نظرة مستقبلية سو عن يعني لو ولو أنا عم بحكي عن طريق الذكاء الاصطناعي لا إيش ممكن يسير في العلاقات الاقتصادية في المستقبل إذن العولمة هي لسرعات من إقامة التكتلات الاقتصادية طبعا هلأني يجي لمفهوم التكتل الاقتصادي طبعا لم يتفق الاقتصاديون حول تحديد مفهوم التكتل الاقتصادي استخدموا عدة مصطلحات للتعبير عن التكتل الاقتصادي بعضهم استخدم مصطلح الاندماج والبعض الآخر مصطلحات أخرى كالتعاون والاتفاقيات لكن أنا بدي أعرفه اقتصادياً أو فضلت أني أعرفه فقط اقتصادياً فاللي هو مجموعة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً وتاريخياً تجمعهم مصالح اقتصادية مشتركة بغية تعظيم هذه المصالح هلأ رح أعجي أتطرق لموضوع منظمات التجارة العالمية طبعاً نحن تحدثنا عن التكتلات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية وطبعاً كله بشكل مختصر والتكتل الاقتصادي أهدافهم يعني نبدأ بسيطة أنه إيش يبيعنه حتى أنه اللي بيحضر المحاضرة يقدر يعني يعخذ نبدأ بسيطة عن إيش إحنا عم نتحدث طبعاً أنشأت منظمة التجارة العالمية لمراقبة تحرير التجارة الدولية بدأت مقرها في جنيف سويسرا في عام 1995 بموجبة اتفاقية مراكش لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية لإنشاءة عام 1947 عدد الدول الأعضاء فيها 164 دولة بتمثل هذه الدول ما يزيد على 97% من التجارة الدولية وتدار أعمالها بوسط حكومات الدول الأعضاء طبعاً أنشأت منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال العولمة الاقتصادية لألياتها الرئيسية الثلاث إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يعتبر نظام التجاري من أهم دعائم النظام الاقتصادي وأدت التجارة على مر العصور دور كبير في مجال التنمية الاقتصادية وباتت أيضاً باتت منظمة التجارة العالمية مسؤولة هي المسؤولة على الإشراف على نظام التجاري العالمي قبل شوي أنا حكيت أنه هاي المنظمات كلياتها هي اللي بتحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية كل واحدة وقلها أهداف وقلها مهمات إذا من اللي بيشرف على النظام التجاري العالمي منظمة التجارة العالمية هلأ نشأت منظمة التجارة العالمية بدأت المحاولات الأولى لتنظيم التجارة الدولية في مؤتمر التجارة والتوظيف الذي عقد فيها فانا عاصمة كوبا عام 1946 بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمام المتحدة وكان نتاج هذا المؤتمر بعد الأفكار التي جاءت لتعظيم تطبيق مبدأ حرية التجارة الدولية وتحطيم كافة القيود التي تعوقها تجارة الدولية الأمر اللي دفع الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوى الاقتصادية الأولى في العالم هلأ نيجي لأهداف منظمة التجارة العالمية تهدف منظمة التجارة العالمية أعتقد أن من اسمها ليس بحاجة أنه يعني ممكن أي شخص هيك أنه يقدر يعرف أنه يعني من اسمها منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة هي منظمة خلينا نحكي أو هيئة نعملت لتسهيل حركة التجارة أول شيء إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية للتباحث في شتى الأمور التجارية زي اجتماعات فيها تحقيق التنمية أي رفع تحقيق التنمية أي رفع مستوى المعيشة لدول العضاء خلينا نحكي تعزيز النمو الاقتصادي تنفيذ اتفاقية أرقوي من أجل سير أعمالها في إطار مؤسساتي فعال من ناحية قانونية لأنها اتفاقية أرقوي كانت تركز على النحية القانونية لدول المشتركين في منظمة التجارة العالمية أو للدول التي تشرف عليهم منظمة التجارة العالمية زمان بس هلأ هي موجودة للكل حال المنازعات بين الدول الأعضاء وإيجاد آلية التواصل بين الدول والأعضاء هلأ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية طبعا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صارت في الآخر هي منظمة اقتصادية حكومية دولية بالضم 35 دولة عضو تأسست عام 1961 ما رح نحكي بالقرن السابع عشر والثامن عشر لا أخي نحكي قديمة بس يعني مش مثل المفاهيم العلاقات الاقتصادية مثل الاقتصاد السياسي لكم من زمان طبعا تم تأسيسها لتحفيز تقدم الاقتصادي والتجارة العالمية طبعا يوجد فيها 34 عضو كامل عضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالضم دول السويسرا، توركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، إيطاليا، لكسنبورك، هولندن، نرويج، برتغال، اسبين، سويد، النمسا، بلجيكا، كندا، دينمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، هاي الدول التابعين لإلها بتتكون من 30 بلاد باعتمدوا فيقلهم مبادئ، فيقلها أهداف، فيقلها آليات خلينا نشوف إيش كان، خلينا نحكي شعارهم أو أساسهم اللي هم التحليم مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، تنمية الشغل على المستوى المعيشة والمحافظة على الاستقرار المالي، ومساعدة باقي الدول على تنمية الاقتصاد وتطوير التجارة العالمية، وبتعمل أيضاً على تفعيل مبادرة الحكام الجيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً هاتف كل، واللي بتشوف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هلأ، خلينا نشوف التحديات اللي بتواجه العلاقات الاقتصادية بشكل عام أنا هنا يعني خلينا نحكي بشكل مختصر لأنه أصلاً خلينا نحكي هو بحث صغير بس لا تطرق لمحاضرة نسلط بس العلاق الأساسيات طبعاً فيه كتير تحديات، خلينا نحكي الأساس من أبرز التحديات بتواجه العلاقات الاقتصادية الدولية هي تحقيق قفزة نوعية وانتعاش ملموس هنا ما عم بيقدروا يوصلوا لانتعاش ملموس ليش؟ لعدة أسباب أولاً عدم الاكتفاء بإقرار الخطة الحالية خلينا نحكي صعوبة تطبيق خطط الانعاش والنهوض الاقتصادي ما عم بيقدروا يتقللوا من معدلات البطالة ما فيه اتفاق لوضع أسس جيد للعلاقات الاقتصادية الدولية أيضاً صعوبة الدخول إلى سوق العمل فيه ركود اقتصادي عالمي هلأ لا تنسوا الأشياء اللي صارت في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية الفيروس كورونا هلأ فيه تضخم مديونية بين العلاقات الاقتصادية الدولية حتى دول المتقدمة إذن بسبب المشاكل الاقتصادية بين الدول اللي لهلأ حتى لو كان اقتصاد دولي جيد إلا بتعاني من فجوات وثغرات اقتصادية هاي الأبرز الصعوبات اللي بتواجه العلاقات الاقتصادية وأيضاً عدم الاتفاق السياسي مثلاً قديش أثرت علينا الحرب الروسية الأوكرانية كان خلاف بين دولتين خلينا نحكي ارتفعت الأسعار على كل الدول حتى الدول النامية فشوفوا كيف إنه السياسة لو ما فيه اتفاق سياسة بين دولتين دوغوري رح يضرروا كافة الدول في العالم رح يضرر الاقتصاد كل العلاقات اجتماعي اقتصادي بيئي بيئي يعني من كل النواحي هلأ من أبرز الحلول المقترحة تنفيذ خطط إنعاش تبادل اقتصادي وتجاري تكاتف الدول، تكتيف المؤتمرات، تجنب الفوضى الاجتماعية، تعزيز المساعدات، مساعدة الجول، هاي كلها حلول فعالة طبعاً في النهاية العلاقات الاقتصادية الدولية منذ القدم حتى وقتنا الحاضر تلعب دور حيوي شهدت تطورات عديدة ذات مسميات مختلفة مثل ما حكينا من القرن السابع عشر للتاسع عشر الداخلات، اتطورت بالتسعينيات، اتغيرت مسميات استحدثت مفاهيم جديدة في الألفينيات عانت من العديد من التحديات لكن تم وضع حدود للآن فيه فجوات وتغرات بين هذه العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية هلأ نيجي نستخلص خليل نحكي كم فطر من هاي المحاضرة ان العلاقات الاقتصادية الدولية والتكتلات الاقتصادية تلعب دور محوري في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي هاد شي مفروغ منه وفهم التفاعلات من هاي التكتلات تأثيرها السياسي الاقتصادي يعد ان نفهم التفاعلات والمشاكل واي شي بيطرق بالمنطقة العربية والعالمية هذا طبعا شي كتير مهام وإلو تأثير على السياسات الاقتصادية ويعد أمر أساسي لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات والفرص العالمية طبعا بتأكد النتائج على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي والمرونة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي والتقليل من البطالة وزيادة الفرص للشباب والقضاء على كافة المشاكل الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية بين الدول حسنا من أبرز النتائج لدراسة البحثية لضرورة تلاعم التكتلات الاقتصادية مع مبادئ منظمة العالمية للتجارة وهناك أن هناك العديد من التحديات مش بس هدول أنا ذكرتهم في كتير تحديات بس أنا أوجزت خلينا نحكي في العديد من التحديات تواجهة علاقات الاقتصادية الدولية وإن التكتلات الاقتصادية الناجمة على المستوى الدولي هي التي بتعيق الدول المتقدمة مثل ما حكيت أي خلاف بين دولتين أوروبيتين أو خلاف عالمي سيؤثر بشكل مباشر على الدول العربية أو الدول النامية أو دول العالم الثالث أو دول الاقتصادية الضعيف جدا إذن التكتلات الاقتصادية الناجمة مع المستوى الدولي تطلق بالدول المتقدمة والدول الصناعية الناشئة لتسعى تحرير التجارة العالمية وإنه كمان في نتيجة إنه أي خلاف بين سياسي بين دولتين غير بين دولتين في أوروبيتين أو خلاف عالمي سوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسياسة الدول النامية هنا وضع أسس راسخة للعلاقات الاقتصادية الدولية تحد من العديد من المعوقات الاقتصادية وبتسهل الخروج من الفجوات الاقتصادية أنا هنا أضيف نتائج من عندي غير هدول النتائج بس حبيت أضيف كمان تنتين وتبني منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على العديد من المبادئ اللي بترسخ العلاقات الاقتصادية طبعا هنا تناولت دراستي توصيات من أهمها توجيه أنظار المسؤولين في العالم وخاصة الدول النامية بأهمية المتغيرات والتحديات في ظل تسارع وتيرة العالمة تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية العالمية تحديات الاقتصادية اللي نحن عم نواجهها وتوجيه أنظار الباحثين المفكرين القضايا للعلاقات الاقتصادية الدولية وضرور التعزيز المجال أمام التعاون الاقتصادي والعسكري والتقني بين الدول لدعم التجارة وعقد مذوات مؤتمرات دولية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية الدولية ومعالجة الفجوات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية بين الدول لهنا أنا بكون أنهات بحثي بتمنى تكونوا وصلتكم معلومات خلينا نحكي بشكل مختصر عن العلاقات الاقتصادية الدولية وتكتلات الاقتصادية منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل مبسط وسهل وإني التزمت بالوقت المحدد ويعطيكم ألف عافية شكراً للدكتور كريم وشكراً للدكتور هادير اللي ساعدتني بتشهير المادة أنا أصفع الخلل اللي صار عندي ويعطيكم ألف عافية وطبعاً دكتور علي رح يكون يعطيك ألف عافية رح يكون بعدي بالمحاضرة الساعة هلأ بعد الساعة سبعة يعطيكم ألف عافية شكراً دكتورة على المحاضرة بتاعت حضرتي كي استمتعنا بصراحة شكراً كتير دكتورة كل الاحترام لحضرتك شكراً حضرتك شكراً دكتورة رنيم شكراً دكتورة هدير شكراً أستاذ كريم إن شاء الله الاستماع كويس الصوت واضح لديكم واضح دكتورة تفضل شكراً لحضرتك كمان أنا بنحاول نعمل شير إن شاء الله للمحاضرة ولو في الإمكان أنا أنا بعثت الملف يعني أنا بعمل بعرض لحضرتك حالاً شكراً لحضرتك دكتورة هدير ونحن أسوين جداً لأن اليوم تعبناك لا ما فيش تعب دعاً على رأسنا دكتور شكراً لحضرتك الله يخليك دكتورة برك الله فيك ترجمة نانسية أيضًا من ترجمة نانسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والاستثمارية أيضا واستكمالا لما أوضحته زميلتي حول أن المنظمات هي للتحكم في العلاقات التجارية والعلاقات الدولية فإن هذا المحور يختص بأهم المنظمات في العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل جميع يعرف جيدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو البنك الدولي في هذا الجزء لعله من المفيد أن نتحدث عن المؤسسات الاقتصادية الدولية هي عبارة عن مؤسسات عاملة في بجال الاستثمار والتنمية وهي مملوكة للدول الأعضاء بها وتعمل المؤسسات على توفير التمويل والمعونة الفنية والمشاورة في مجالات السياسات والأحلات والدراسات وغيرها من أشكال دعم للحكومات في الدول النامية لو رجعنا في بعض النقاط المهمة نجد أن هذه المؤسسات مختصة بمساعدة وتقديم المشورة للدول النامية على وجه الخصوص فذلك عملية انتقالية أو عملية نضع من خلالها بعض التساؤلات المهمة لدى الإنسان الباحث أو الطالب الباحث أو الإنسان الذي يهتم بهذه العلاقات الاقتصادية الدولية فإن الاقتصاد السياسي بمعنى وتحدثت زميلتي عليه ووضحت أهم نقاط فيه فإذن الاقتصاد السياسي يتعلق بما هي العلاقة الاقتصادية بين البلدان فإذن هذه العلاقات التجارية محتاجة جدا إلى تنظيم اقتصادي تنظيم الاقتصادي هو الذي سوف نتعرض له الآن أو سوف نستعرضه من خلال هذه المهام فإذن نحن تحدثنا عن المؤسسات الدولية فإذن لديها ثلاث مهام رئيسية نحن نتحدث عن المؤسسات المعروفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذن الوظيفة الرئيسية أو المهام المقرضين والمستثمرين وسطاء حارس البوابة هذه الوظيفة أو المهام الرئيسية لهذه المنظمات الدولية فإن عند عرض هذا الجزء فإن يمكن أن نقسم هذا الاستعراض أو هذا المحور البحثي إلى ثلاث أجل أولاً صندوق النقد الدولي سوف نتعرف على نشأة الصندوق تمويل الصندوق بمعنى من أين أموال الصندوق أهداف الصندوق سياسات الصندوق أيضاً البنك الدولي سوف نتعرف على نشأة وتمويل وأهداف وسياسات ثالثاً اللي هو فيما يتعلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سياسات المعالجات المقترحة بما يتعرف عليه أو بما نعرفه بأنه الوصفة الطبية لمعالجة المشاكل الاقتصادية لدى البلدان النامية ونحن عندما نتحدث عن وصفة طبية جميع الاقتصاديين المهتمين بهذا الجانب يعرفون جيداً ما هي الوصفة الطبية أو وصفة المعالجة الاقتصادية صندوق النقد الدولي أنشئه في الخمسة واربعين بموجب معاهدة دولية إذن لا يوجد اختلاف بين منظمة التجارة العالمية بين منظمة الصندوق النقد الدولي بين البنك الدولي بين المؤسسات التي سوف نستعرضها الآن هي عبارة عن اتفاقية تحولت إلى منظمة دولية لإدارة الأموال الدولية والمحافظة عليها واستثمارها يعني باختصار جداً نحن نتحدث باختصار حتى يكون من السهل التعرف على عمل هذه السنديق إذن هو أنشئ في الخمسة واربعين لماذا؟ لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي يعني مراقبة الأموال المقر الصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية ويديره أعضاء الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً إذن صندوق النقد الدولي من المهم أن نعرف أنه فيه بلدان أعضاء له يختلف طبعاً هناك اختلافات بينه وبين البنك الدولي سوف نستعرضها في الجزء القادم فإذن يمكن أن نعرفه بأنه وكالة متخصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة إذن هو المؤسسة المركزية في النظام النقد الدولي هو مسؤول على النظام المدفوعات الدولية أسعار الصرف العملات هو أيضاً المسؤول على المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة يشرف على النظام الدولي بمعنى آخر إطار مؤسسي عالمي مختص بالشؤون النقدية الدولية هنا نعرج على شيء بصير إن العملات الدولية المحتمدة عالمياً هي سلة العملات مختص به الصندوق الدولي اللي هو نقد الدولي وينظمه صندوق الدولي هناك عملات حديثة خرجت اللي هي من ضمنها العملات المشفرة الإلكترونية وكذا لكن ليس هناك نظام لها لم يكن لديها صندوق ينظم عملها فإذن اختصت صندوق النقد الدولي إنه يختص بتظيم المعاملات من خلال سلة العملات حتى يعالج الاختلالات في موازين المدفوعات الدولية إذن يمكن أن نقول أيضاً وظائف الصندوق إنها متابعة الاقتصاديات القطرية كلها والاقتصاد العالمي ويطلق إشارات التحذير من خلال البيانات النشارات من خلال الدراسات الدولية لمتابعة أخطار بما يسمى بالسراع العملات ولعننا الآن نحن نشهد صراع عملات في بيع سلعة البترول اللي هي السلعة المهمة العالمية وكيفية أن يسوي الاقتصاد العالمي سلعة البترول اللي هو بما يسمى ببلدان البترودولار لأن البترول يباع بالدولار فحينما كانت هناك بعض المشاكل الاقتصادية للتسوية بعملات أخرى فكانت هناك سراع على العملات بأن السقوط العملات التي ينظمها صندوق النخد الدولي أو البنك الدولي هي المشكلة الرئيسية فإذن لمتابعة العملات أصبح صندوق النخد الجانب الآخر أن يقدم المشورة لأعضائه بشان السياسات الاقتصادية والعمل على إرساء معايير جيدة للسياسات الاقتصادية والتنظيم المصرفي والمالي طبعاً نحن ما نشهده في الدول النامية بالذات مثل ليبيا ومصر وتونس دائماً ما يقدم مشورة صندوق النخد الدولي وحدث ذلك في ماليسيا أيضاً ولكن في بعض البلدان اتبعت خطوات صندوق النخد الدولي ولم تنجح وأغلبها لم ينجح ولكن هناك بعض البلدان نجحت في أن يكون الصعوبات عليها بسيطة أقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمصاعب اقتصادية لتسيير قيامها بالتصحيح اللازم ومساعدتها في علاج المشكلات الاقتصادية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات إذن هو يقدم إصلاحات من خلال دفعات نقدية يقدمها صندوق النخد الدولي لهذه الدولة أو للدول النامية وأيضاً بما فيها تقديم المساعدة الفنية والتدريب حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية وهذه النقاط سوف نشرحها ببعض من التفاصيل في هذه الورقة حتى نستطيع أن نفسر أو أن يكون لدينا خلفية عن عمل ووظائف هذه المنظمات الدولية الجانب الآخر فيما يتعلق بتفاصيل الصندوق اللي نحن حكينا عليه لابد أي حد يسأل مننا سؤال من أين يحصل الصندوق على أمواله هذا هو أول سؤال ممكن لأي قارئ باهي لمن يقدم الصندوق أمواله كيف يدعم الصندوق هذه البلدان هذه أسئلة ممكن القارئ أو عندما يشهد القارئ الصندوق النقد الدولي يريد أن يتعرف على ذلك ماشي يحصل الصندوق النقد الدولي على أمواله من البلدان الأعضاء ماشي في ماذا يستخدم الصندوق يستخدمها في أقراض البلدان التي تمر بمصاعب مالية وذلك حسب الحصص والحزب النقدية وعدد الأصوات إلى كل لمن يقدم الصندوق أمواله؟ يقدم الصندوق المساعدة لاقتصاديات البلدان الأعضاء في إدارة التقلبات الناتجة عن الروابط العالمية المتبادلة وتخفيف حدتها من خلال التحليل الاقتصادي والمشورة بين البلدان ولعلنا نشهد بعض البلدان كل بعد فترة اجتماع مع وزير البلية اجتماع مع البنك المركزي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية بخصوص المشورات فيما يتعلق بالمادة الخمسطاش والمادة الرابعة والمادة كذا فيما يتعلق فإذن هو يقدم صندوق أمواله للبلدان النامية أو للبلدان التي لديها مشاكل في المدفوعات أو مشاكل في الميزانية العامة كيف يدعم الصندوق هذه البلدان؟ يدعمها بدعم مالي عندما تكون البلاد في حاجة حقية للمساعدة على حسب اختلاف أسعار الفائدة يعني من النوع الذي يقدم للقروض يعني في أنواع من البلدان لديها أسعار مختلفة للفوائد عند الصندوق يعني دعم هذه البلدان يعني فيها مبالغ مالية ولكن وفقا لبرنامج مختص أو وفقا لإجراءات مختصة أو اهتمامات مختصة للصندوق بحيث أن يكون هناك فوائد لهذه البلدان مختلف من بلد إلى آخر كيف يدير الصندوق هذه الأموال؟ الصندوق عندها إدارة صندوق مسؤول أمام الحكومات اللي هي البلدان الأعضاء لديه مجلس تنفيذي يتألف من 24 عضو يتم اختيارا بواسطة كل الدول الأعضاء ويتولى المجلس تنفيذي اللي هو اجتماعه عادة ثلاث مرات في الأسبوع متابعة أعمال الصندوق اليومية بالتعاون مع المدير العام والهيئة إلى آخره فلذلك يتابع أو يدير هذه الأموال الصندوق بمجلس تنفيذي وفيه سلطة عليا وفيه إدارة للرقابة وأيضا فيه بعض البلدان الناشئة التي لديها الأصوات المختلفة إذن من هذا المنهج الأولي تعرفنا على أهم النقاط اللي نحن تحدثنا عليهم النشأة التمويل، إدارة الصندوق، استخدامات هذه الأموال نأتي فيما بعد إلى البنك الدولي بنفس المنهجية البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو البنك الدولي تأسس هذه النشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المعروف بالبنك الدولي في الأربع واربعين يعني بينهم سنة في نفس الجيل أو في نفس الفترة لمساعدة أوروبا على الانتعاش واستعادة عافية من الأطار المدمغة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية إذن أنشئ هذا البنك بغرض بغرض ماذا؟ بغرض مساعدة الدول الأوروبية على النجاح والنهوض بالتحول يعني أصبح هناك نموذج يقدم في الإنشاء والتعمير من خلال هذا البنك فإذن أدى نجاح هذا المشروع أو هذا النموذج نستطيع إلى تحول انتباه البنك الدولي في غضون سنوات قليلة إلى البلدان النامية نشحت التجربة في البلدان الأوروبية فقال نشوف البلدان النامية نشوف احتياجاتها الأشد فقرا ووضع الشروط ونتغير إلى ذهاب هذه الروس الأموال المتكدسة إلى هذه الدول في شكل قروض مؤسسة البنك الدولي الشكل القانوني لها هو مؤسسة شبه تعاونية هي بنك فيها بلدان أعضاء بالفعل عددهم حوالي 187 ولكن هذه البلدان مساهمة في البنك الدولي مساهمة يعني لديها أموال في البنك الدولي إذن وهم كبار وضعي السياسات في البنك وبصفة عامة هم المحافظون من وزراء المالية وزراء التنمية في البلدان الأعضاء ويجتمعون مرة في السنة يعني في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إذن من المهم أن نتعرف أن ليس هناك اختلاف كبير بين مهام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفي نفس الوقت ليس هناك اختلاف جوهري بين الصندوق والبنك الدولي ولكن هناك اختلاف في إدارة هذه المساهمة لكن هناك كبار مساهمين هي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذين هنا اللي ديرا في البنك الدولي بشكل فعلي لأنه هنا المؤسسات اللي متحكمة أو لديها الأسهم الكبيرة جدا في أن يحقق البنك الدولي إلى أو المؤسسات الدولية الغرض منه فلذلك لابد أن نعرّج مثل ما تحدثت الزميلة على المنظمات الدولية نعرّج أن هناك فضلا على وجود البنك الدولي هناك مؤسسات دولية بجانب البنك الدولي بالإضافة للبنك الدولية المؤسسة الدولية للتنمية توجد ثلاث مؤسسات أخرى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً أو أذرع للبنك الدولي هي مؤسسة التمويل الدولية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المركز الدولي لتسويت منازعات الاستثمار وتشكل جميع تلك المؤسسات الخمس مجموعة البنك الدولي إذن هو بنك الدولي تحدثنا على نشطة ولكن لديه أذرع يعمل من خلالها ونحن كل مؤسسة إنشاءها هنا مثل مؤسسة التمويل الدولية في الـ 56 الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الـ 88 البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الـ 44 وكل من هذه المؤسسات لديها أهداف ولديها إدارة مثلاً هدف التمويل الأولى لمنح القروض والاستثمار بحصص المشروعات الاستثمارية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تزويد القطاع الخاص بالتأمين المخاطر السياسية بهدف تجهة الشركات على الاستثمار في الدول النامية البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يقدم إلا للمشروعات التي يحتمل أن تحقق عائد يعني ما تحققش عائد مش هيقدم فيها مساعدة فضلاً عن ذلك المؤسسة التنمية الدولية أنشئت في الـ 60 هي مساعدة البلدان الأكثر فقلاً في العالم وتهدف إلى تخفيض أعداد الفقراء لأنه هدف من أهداف التنمية المستدامة كما تعرفون هو تقديم القروض بدون فائدة منح لبرامج تستهدف تخفيفه إذن البنك الدولي في حظ ذاته واضح بعض المؤسسات الدولية التي يمكن العمل من خلالها لكن أغلبها تحقق في أرباح إلا المؤسسة التنمية الدولية ممكن نقدر نقوله هي مساعدة من البنك الدولي للبلدان الفقيرة أو الأكثر فقرة الجانب الآخر فيما يتعلق باستكمال المحور يعني نفس ما قلنا أهداف تمويل لمن يقدم التمويل نحن تحدثنا لمن يقدم التمويل في صندوق النقد تحدثنا الآن لمن يقدم التمويل في البنك الدولي هنا يقدم التمويل إلى البلدان التي لا تستطيع الدخول الولوج معناية الدخول إلى أسواق الاعتمال الدولية في إطار أو تلك التي لا تمكن لا يمكنها الحصول على هذه الخدمات على الأطلاق إذن هو يحاول أن يعمل على أن يكون هناك شمول مالي بمعنى شمول مالي إن جميع البلدان داخل في مؤسسات اللي هو البنك الدولي أي يمنح القروض لأغلب البلدان وهنا القروض ممكن بغرض الهيمنة ممكن بغرض الربح وممكن بغرض التعمير أو إنشاء سوق جديدة للبنك الدولي التمويل للبنك الدولي من أين يتحصل البنك الدولي على تمويله التمويل هنا يحتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع السندات إذن تمويله مختلف يحتمد على بيع السندات التي لديها تصنيف ائتماني ممتاز يعني إذا كان السند لا يحقق عائد ممتاز للبنك الدولي لن يذهب إليه البنك الدولي وهنا لديها مش ربح صغير من هذه القروف فأن الجزء الأكبر من الدخل يأتي من قيامه بإقراض رأس ماله الخاص ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات عبر السنوات متراكمة للمساهمين أو الأعضاء اللي هما تحدثنا عليهم حوالي 187-186 بلد كذلك يمول دخله من المصاريف التشغيلية للبنك الدولي إذن من خلال الدراسات وما يقوم به من أعباء ديون ماذا يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير من خلال المؤسسات التي تحدثنا عليهم في السابق يقدم البنك الدولي عمليات الاستثمار للبلدان المقترضة شريطة أن لا تكون عليها أي متأخرات لمجموعة البنك الدولي هنا عمليات الاستثمار مركزة أو متركزة على منح عمليات الاستثمار على تأمين الحصول على التجهيزات والخدمات الهندسية يعني أن يكون المشروع مؤسس يعني جاهز للإنجاز ومقدم وفقا جدوى الكميات وفقا دراسة جدوى كاملة بشنا نعمل عمليات الاستثمار أيضا هناك عمليات سياسات التنمية اللي هو في الجزء القادم دكتورة هدير في الصفحة اللي بعد اللي موجودة حاليا عمليات سياسات التنمية تقدم في مساعدة مالية سريعة بحيث أنها ستسمح للبلدان بتلبية متطلبات تمويل إنمائي فعلي تنويل يعني حول أصولها المحلية والخارجية يعني مثلا لو انتحدث عن الصندوق السيادية اللي في الخارج يعني بعض البلدان عندها أموال في الخارج أموال مجمدة وكذا ممكن الاحتماد عليها في سياسة أو أنها يقدموا بيها مساعدة مالية للبلدان وذلك ما حصل في بلداننا النامية مثل العراق وغيرها من البلدان كان لديها مدخرات أو برامج إنمائية في السابق فتم الاحتماد عليها في أن يتحصل بعض البلدان النامية والبرازيل أيضا وغيرها من البلدان هنا من خلال برامج إنمائية محددة يعني خطة متوسطة الأجل لإجراء للإجراءات الخاصة بالسياسات والإجراءات المؤسسية المتوافقة مع السياسات الاقتصادية والإقطاعية للبلد المعني إذن العملية الأخيرة اللي هي عملية سياسات التنمية اللي هي احتمادات مساندة اللي هي الهدف بتاعها اللي نحن حكنا عليه في السابق أن تخفض عدد الفقراء في العالم وفي العادة تتكون هذه الاحتماد من سلسلة برامجية حوالي ثلاث سلوات نفس ما قلنا هو يعتمد على خطة متوسطة الأجل شروط التمويل هنا لكل من البنك الدولي والمؤسسات الدولية فيما يتعلق صندوق النقد والبنك الدولي هنا لو لاحظوا ليس هناك فرق كبير بين شروط التمويل سواء في الشروط أو في الإجراءات نفسهم هنا لو تحدثوا إنشاء صندوق النقد الدولي في نفس الوقت الذي ينشئ في البنك الدولي هذه واحدة ماشي لماذا أنشئ لأداء وظائف محددة وهنا لابد على القارئ أن يتعرف الدكتورة سلوة سليمان رحمة الله عليها في السابق تحدثت عن أمر مهم قالت إن هناك وسيلة وهناك هدف فالوسيلة هي وسيلة لانتقال الهدف ولكن الهدف يختلف عن الوسيلة فإذن هذا صندوق النقد والبنك الدولي هو وسيلة نعم هو وسيلة الوصول إلى الهدف إذن كانت للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وظائف مختلفة ولكن لو نتعرف عليهم نجد إنه مختلف من ناحية الأهداف الأهداف الرئيسية أو النهائية فصندوق النقد الدولي يرتكز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي economic stability والمال الكلي اللازم للمغ economic growth لنمو الاقتصادي إذن أهداف هنه أهداف الاقتصادي الكلي المتعارف عليها أن يتحقق التشغيل أن يتحقق مستويات منخفضة من الأسعار أو مستقرة أن يخفض البطالة إلى آخر أما البنك الدولي منشئ لتشجيع التنمية الاقتصادية ضويلة الأجل وتخفيف حدة الفقر والإسهام في تمويل المشاريع النقطة الأخيرة اللي هي ثالثا سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معالجة الاقتصاد هنا أهم نقاط لو نتحدث عليهم ثالثا سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معالجة الاقتصاد أول حاجة نشوف صندوق النقد الدولي وعلاج المشكلات الاقتصادية في الدول النابية وهنا لو شاهدت ثالثا دكتور هديل ثالثا بالضبط أوكي عجلا دكتور ماليش أستاذ حدثك تؤدي الصفحة رقم كام ثالثا أوكي لي فوق لي فوق كمان 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 مشكورة دكتور هدير أتعبناك درسنا دكتور الصفحة دي إن شاء الله ثالثا أوكي هي هنا شكرا صندوق النقد الدولي يختص بمعالجات لعل المعالجات جميع من في الدول النامية يعرفها المعالجات هي مختصة بالاقتصاد الكل بالاقتصاد الكل بمعنى إنها مختصة بمعالجة الموارد اللي هي الإرادات بمعالجة الموازنة العامة بمعالجة فجوة الموارد بالطبع الخاص يعني بكل يختص المعالجة هنا هذه الرشدة نحن نقوله عليها بالمصري وبالليبي أو الوصفة الطبية صندوق ومتعارف عليها هي وصفة طبية لكل دولة نامية جي اللي عندها حرارة حيوصف لنفس العلاج واللي عندها مغز في بطنة حيوصف لنفس العلاج دائما ليش لأنها هي نابعة من فكر اللي هو الفكر المدرسة نيو كلاسيكية لذلك تلجأ الدول لهذه المعالج المعالجة الأولى بعد ما يقول تقليل فجوة الموارد بالقطاع الخاص يعني هو هيساند القطاع الخاص على حساب القطاع هذا واحد خلاص ستين يعني هيقلل حجم الضرائب على الدخول وإرادات التي يحققها من القطاع الخاص لكي يتمكن من زيادة صافي عوائده بعد أداء الضريب يعني يعني يزيد من الأرباح وهو في رأي أن زاد الأرباح مناع يزيد الاستثمار وحيتحرك الاقتصاد وحيحصل انتقال لعناصر الانتاج اللي هو العمل ورس المال والتكنولوجيا إلى القطاعات الأكثر انتجية اثنين تقديم فآت الضرائب كبيرة على الأرباح والدخول التي يجنيها من؟ القطاع الخاص والأجنبي في نشاطه والمشروعات الحديث يعني رجعنا يقول هنا هو تحرير للقطاع الخاص ورفع الضريبة من عليه ثالثة رفع القيود الضرائب حتى هي نستطيع ان نقول عليها قيود على فكرة اذا يمكن ان نلخص الوصفة الطبية نقول ارافع جميع القيود على القطاع الخاص والقطاع الأجنبي او على المستثمر بسفة عام المحلي والأجنبي ارافع القيود الجمركية على الواردات الاستثمارية والوسيطة المشروعات الاستثمارية حتى يتمكن قف نفقات الانتاج فيها وإلى اخره مع اكويت رفعنا القيود حرية السوق وتقليل مستويات الرقابة على الأسعار يعني بمعنى آخر حرية السوق يعني حرية دخول وخروج البائع والمشتري من السوق دون وجود رقابة بمعنى آخر انه من يحدد السعر هو السوق ولا يوجد للدولة اي دور هنا في العمل على تخفيض الأسعار او على حماية المستهلكة بالرغم من أنهم يعني جميع الاقتصادين يعرف أن وظيفة الجمارك حماية المستهلك والمنتج هذه الوظيفة الرئيسية وليست إرادات رفع سعر الفائدة على الوداء حتى يمكن تحفيز القطاع العائلي على القيام بالانتخار كل ذلك نفع في اعتقادي أن الصندوق يعمل على أهداف القطاع الخاص أو أهداف الاستثمار الخاص أو أهداف الاستثمار الأجنبي فنحن كدول نامية أو كدول أخذه في التقدم لابد من حركة اقتصادية لابد من حركة انتجية ولكن هل في رأي الجميع مثلا إن هذه القيود صحيحة أنا في اعتقادي إن الرشيدة الطبية على حسب كل بلد وليست كما كما هي في في صندوق النقد الدولي مثلا نقول العجز في الموازنة كنا نأمل نأمل كصديين وماليين أن نخفض النفقات خاصة النفقات الاستهلكية ونتمنى زيادة النفقات الاستثمارية والبناء للبلاد لكن لن يكون ذلك على حساب اللي هو التنمية الاجتماعية أو على حساب المورد البشري أو على حساب الإنسان كل ذلك مثلا يقولك إلغاء الدعم الاقتصادي للتحمله الدولي يعني أنا الحد من قدرة الدولة على التدخل وذلك كنتيجة لوجود وحدات تجيه في القطاع العام تحقق خسار يعني لو نحن تحدثنا في قطاع الحام وحقق في خسار معناها نحن نحن تجيه كطاع خسار تقليص تقليص الدعم الدعم الموجه للسلعة التموينية والضرورية مثل المحروقات وغيرها في هذا الشأن يخترح الصندوق يأما الإلغاء الكل الدعم مرة واحدة يأما الإلغاء والانقفاظ التدريجي ولعل حصلت هذه في جميع الدول النامية من ضمن حتى ليبيا وتونس وكذا كلنا نفكر في إلغاء الدعم على المحروقات رفع يد الدولة تدريجية من الالتزامات بتعيين الخارجين وكذا يعني التوظيف التوظيف اللي حاصل في الدول النامية من المفترض لا يحصل في الدولة حتى على سبيل مثلا الإعانة والحصول على عمل في المنطقة وضع حد أخصى الأجور وإلغاء الوظائف الشاغر والوظائف المؤقت الحد من دور الدولة في المجالات الاستثمارية إذن الدولة ما شير في جانب نقوله إن الدولة لابد أن يكون لديها تنويع اقتصادي في الموارد وفي نفس الوقت تقولي يخفض الضرائب من المفترض أن يكون هناك ناتج محلي للدولة متنوع يعني في قطاع الخدمات في قطاع الصناعة في قطاع النفط فنحن للعلم جميع الدول النامية تعتبر في خطر لأن معظم اقتصاديات ريعية يا أما حتعتمد على ضريبة وتمول ميزانية بـ 25% من الضرائب وذلك يقيد من حركة التجارة والاستثمار والمستثمر دائما لا يحب أن يدفع ضريبة الحد من دول الدولة رفع أسعار الطاقة بخاصة السلعة التي تستخدم في أغراض الاستهلاك العالي ومساواتها بالأسعار العالمية تخصيص المشروعات المملوكة للدولة وضع حدود عليا للإهتمام المصرف المسموح به للحكومة والقطاع العام ونسبة إذن يخفض أيضا من الدين العام خلاصة القول في الوصفة السابقة تلك هي السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي اقترحها أو الوصفة أو الرشدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي من الدول النامية التي تلجأ إلي لمعالج المشكلاتها الاقتصادية في ضوء برنامج زمني معين وفي حالة عدم تحقيق كل ما سبق وفي الغالب لا يتحقق يعني يتم وقف حق الدولة في الحصول على الدعم المالي أو البرنامج ويرسل إلى الصندوق بعث كل ستة أشهر للتأكد من مطابقة الأداء إذن هنا نستطيع القول أن الصندوق لديه شروط نحن تحدثنا عليه أو وصفة للمعالجة لكي يمنحك القر أو يمنحك مبلغ الدعم اللي تحدثنا عليه في السابق بعد ما تحدثنا عن أن أي صندوق أو البنك قلنا ثلاث نقاط مهمة لابد أن نتعرف عليها من يمول من النشأة والعضاء فيه أهدافه سياسة المعالجة نحن الآن في سياسة المعالجة البنك الدولي وعلاجه للمشكلات القصدية في الدولنا هنا نستطيع أن نقول أنه لا يختلف في المعالجة عن معالجة الصندوق لكن عنده شرط هو أن تتوافق رؤية هذه الدولة مع رؤية صندوق النقد الدولي إذن مجرد مجرد وجود هذا الشرط هذا الشرط ما لها أنا نستطيع أن أقول أن نفس شروط الصندوق هو شروط البنك الدولي لذلك البنك الدولي يمنح القر عندما أنت توافق أو البلد يوافق على شروط صندوق النقد وهذا يحكس أن هناك تنسيق فاعل أو فعال بين الصندوق والبنك فيما يخص التعامل مع الدول النامية وذلك يأتي في إطار تنسيق الكامل والفعال بين البرامج التثبيت لصندوق النقد الدولي وبرامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي يعني لابد أن يكون الهيكل بتاع الدولة اللي محتاجة لمساعدة يتوافق مع برامج الصندوق والبنك الدولي فالمحاور الرئيسية في هذا البرنامج هو تحرير الأسعار يعني حرية السوق بالكامل حرية التجارة والتحول نحو التصدير خصخصة القطاع العام إذن أصبحنا هناك ثلاث شروط مهمة جدا لابد أن نذهب إليه للحصول على تمويل الصندوق إذن الفلسفة العامة بشأن الخصخصة المراد تطبيقها في حالة البلاد يعني أصبحت في نقاط مهمة ممكن أن نلخص بعضها في بعض الإجراءات ألف أن تؤجر وحدات انتجية التي يملكها القطاع العام من القطاع الخاص يعني القطاع الدولة يأجر ويتحصل على ريع بس من القطاع الخاص أو يتحصل على ضريبة من القطاع الخاص أو يتقاسم الأرباح بين المساجر والحكومة باء أن يصفي جميع الأصول في المشروعات الفاشلة أي مشروع فاشل يصفيه وليس هناك آمل يعني في إصلاحه وهذا طبعا يتوقف على دراسة الجدوى تقوم دراسة وجدوى الكميات يخص هذا الموضوع ثالثا نسماح القطاع الخاص بتنفيذ بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم والمرافق وذلك من خلال عقود يعني من خلال القطاع الخاص وتنفذ في بعض البلدان العربية نحن نعرفوها تنفذ هذه النظرية أو هذا الإجراء ينفجر مستشفى حكومي ويخدم ثالثا نتحول إلى الملكية الخاصة حتى ملكية المصارف ستصبح خاصة ويصبح يعني زي ما نقوله نحن الدكتور رمزي زكي اللي كتاب الرأسمالية المتوحشة وهنا لا أتحدث من حياز على مدرسة فكرية ولكن هو التحدث عن هذه الشروط اللي ممكن للباحث أن يطل عليها ويتفهم كيف يمكن معالجة المشاكل في بلدانه دون اللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذهاب بالبلاد إلى إصلاح تنمو حقيقي وخطة تتماشى مع الطبيعة لكل بلد كل بلد وليديه طبيعة لليديه طبيعة اقتصادية لليديه فلسفة اقتصادية هنا اللي جعل أن سياسات البنك الدولي متجهة الخصقصة أو بما يسمى بتوافق واشنطن في التسعة والثمانين بين البنك الدولي والولايات المتاحة وصندوق النقد هذه الصياغة تمت لينطبق على أي فترة تاريخية أو أي اقتصاد بهدف التوصل بأسرع ما يمكن إلى تصفية هيئة أو تنظيم بجانب الدول والتحرر بالأكمل بأسرع ما يمكن ثروات رؤوس الأموال خدمات البراءات وفي النهاية يكون هناك سوق عالمي موحد إذن الهدف اللي تحدثنا عليه في السابق وتحدثت عليه السادة الزملاء في المحاضرات هو الوصول إلى سوق واحد عالمي وتحدثت عن العولمة لو العولمة ما دخلنش فيها بنظامنا هي حتدخل فينا يعني زي العربية اللي في الطريق مسرع أهم المبادئ الرئيسية اللي توافق واشنطن شوفوا هنا من المهم التعرف عليها قالوا من الضروري في كل بلد مدين البدا في إصلاح المالية العام يعني اللي عنده دين يعمل إصلاح مالية عام ترشيد انفاق لا مش ترشيد بس الضرائب ترشيد انفاق زيادة الإرادات تنويع الاقتصاد رفع الداعم اللي تحدثنا عليه اللي هي باء تخفيض العبء الضريبي على الدخول الأكثر ارتفاعا رجال العمال والاستثمار توسيع القاعدة الضريبية يعني بمعنى أن يكون الوعاء الضريبي ناضج بمعنى إلغاء لعفاءات الضريبية على الأفراد الأقل دخلا إلى آخرين تحرير الأسواق المالية يكون محرر وفقا لسعر السوق أو لحركة السوق ضمان المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية يعني المستثمر الأجنبي مثل المستثمر الوطني تصفيط القطاع العام تحرير التجارة الدولية وتخفيض الضريب الجمهورية تخفيض أو تجيع القطاعات الاقتصادية القادرة على التصدير الحد من عجز الموازنة العامة والغاء الدعم وملح الشركات هذين شوفوا المبادئ الرئيسية لتوافق واشنطن من خلاله يعني هما نستطيع أن يكون هناك فكر دعه يعمل دعه يمر إذن وقانون سيل للأسواق العرض يخلق الطالب إلى آخر هذه المنداب الحرية القصدية والحركة القصدية العالمية إذن نمط التخسيس وتقسيم العمل توزيع الدخول دور الدولة العلاقات القصدية الدولية أجور مخفضة كل ذلك هي المبادئ العامة أو الأهداف الرئيسية لهذه المنظمات الدولية أنا نأمل أني وصلت للباحث أو للقارئ أو للمتدرب ما هو مهم في هذا المحور ومعنى ما هو مهم هو أن يستطيع الباحث أو القارئ التعرف على أهم المنظمات العالمية من خلال النقاط التي نحن نتحدث عليها يعني لو أي إنسان قارئ لأي منظمة أو مؤسسة لابد أن يعرف أو يتعرف على نشأة تمويل أهداف سياسات هذه المنظمات حتى يستطيع أن يتعامل معها وفقا للإجراءات والمتطلبات المعمول بها فإذن العلاقات الاقتصادية الدولية هي جزء لا يتجز من العمل الدبلوماسي وقد تكون العربة من الأمام هي الاقتصاد ومن الخلف هي عبارة عن عربة السياسة فيها القومي وفيها الاشتراكي وفيها جميع الأحزاب السياسية ولكن الجميع نستطيع أن نقول أنه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح فإذن في نهاية الأمر ممكن هذا الجزء أو المحور الخامس عرضها نشأت ومهام كل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذه المحور البسيط هو عرض أعتقد أنه واضح لأشكال المنظمات الدولية واستكمالا لهذا المحور الخاص بالعلاقات الاقتصادية الدولية نشكر الدكتورة هدير نشكر السادة المنظمين على هذا التنظيم الجيد ونشكر السادة الزملاء جميعا ومبارك الله فيك شكرا دكتور عطري على المحاضرة وأسفين أننا كم لغبط اللي حصلت بس مع حضرتك في المتابعة العرض نرجو أن حضرتك تكون نش مضايق من الخطأ ده بالعكس دكتورة جدا مشكورة مشكورة ونال اللي متأسف على تعبك يعني لا ده على رأس دكتور ده أنا استمتعت بمحاضرة مع حضرتك جدا يعني شكرا لحضرتك وحضرتك على رأسنا وحضرتك ما قام يعني شكرا لحضرتك جدا الله يخلي كفانت الله يخلي شكرا يا دكتور شكرا دكتور شكرا أنا أعتقد أن المحاضرة خلاص انتهت إن شاء الله شكرا شكرا شكرا